اشتركوا في القناة الملكية المغربية لكرة القدم على رأس اللجنة المكلفة بملف ترشيح المملكة المغربية لتنظيم مونديال الفين وثلاثين بشكل مشترك مع كل من اسبانيا والبرتغال وكان الملك محمد السادس قد اعلن بالعاصمة الرواندية كيغالي عن ترشح المغرب بشكل مشترك مع اسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم الفين وثلاثين وقال الملك في رسالة بمناسبة تسليم جائزة التميز لسنة الفين واثنين وعشرين من الاتحاد الافريقي لكرة القدم والتي منحت لجلالته بالعاصمة الرواندية اعلن امام جمعكم هذا ان المملكة المغربية قد قررت بمعاية اسبانيا والبرتغال تقديم ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم لسنة الفين وثلاثين واضف الملك انذاك بان هذا الترشيح سيجسد ايضا اسم معاني الالتئام حول افضل ما لدى هذا الجانب ذاك وينتصب شاهدا على تضافر جهود العبرية والابداع وتكامل الخبرات والامكانات نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء